بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك وخلال البرقية دعا وزير الداخلية أن يعيد المولى عز وجل تلك المناسبة العطرة أعواما عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعة وازدهار كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى كل من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبداللهاب عبدالرازق ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ووزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومفتي الجمهورية الأستاذ الدكتور شوقي علام كما بعث وزير الداخلية محمود توفيق ببرقية تهنئة للقيادات والضباط والعملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندبين ومعاوني الأمن والجنود والخفراء والمجندين وزملائهم في مأموريات حفظ السلام بوزارة الداخلية ترجمة نانسي قنقر